كعادة المسابقات هناك رابحون والجميع رابح وهذه جوائز تشجيعية لنتنافس أكثر بإذن الله شيخنا الكريم من حصل على المرتبة الثالثة في حلقتنا السادسة المرتبة الثالثة لهذا اليوم ابننا علي أحمد حمود تركيا إذن ابننا علي أحمد حمود سوري مقيم في تركيا يحصل على المرتبة الثالثة في الحلقة السادسة من مسابقة تراتي الرمضانية ويحصل على مبلغ خمسمائة ريال سعودي ألف ألف مبروك ونفع الله بك أما المرتبة الثانية من يا شيخنا المرتبة الثانية للابن عمر علي الشاعر من بريطانيا ومن بريطانيا ابننا عمر علي الشاعر يحصل على المركز الثاني في حلقتنا السادسة من مسابقة تراتي الرمضانية ألف مبروك ويحصل على مبلغ ألف ريال سعودي من قناة تقرأ الفضائية أما فائزنا الأول في حلقتنا السادسة من هو يا شيخنا الكريم الفائز الأول أختنا هند صلاح كامل من مصر الفائز الأولى في حلقتنا السادسة أختنا هند صلاح كامل من مصر وتحصل على مبلغ ألف وخمسمائة ريال سعودي وتترشح معنا للحلقات الختامية يوم ستة وعشرين وسبعة وعشرين وثمانية وعشرين من شهر رمضان بإذن الله للمنافسة على الجوائز الكبرى عشرة ألف ريال سعودي للفائز الثالث عشرون ألف ريال سعودي للفائز الثاني وثلاثون ألف ريال سعودي للفائز الأول الشيخنا الكريم يعطيكم العافظ الله يسلمكم ونفع الله بكل الله يحفظكم